بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف رشيد لتسلمه مهام عمله رئيسا لجمهورية العراق وهنأ الأستاذ محمد شاع السوداني رئيس الوزراء المكلف وتمنى لهما النجاح في مهمتهما الصعبة كما تمنى على القوى السياسية أن تدعمهما خدمة للعراقيين وأمل من هذه القوى السياسية دعم رئيس الوزراء المكلف ومنحه الحرية في اختيار فريق عمله وتسهيل إنجاز مهمته خاصة عبر إقرار الموازنة لأن هذه الحكومة جربت معنى العمل بلا موازنات فخدمة للعراقيين نأمل أن تتسهل هذه المهمة على نحو عاجل ثم توجه بالشكر إلى السادة الوزراء وإلى كل من حضر في مجلس الوزراء من مستشارين وغيرهم الذين قدموا خدمات جلّة في هذه الحقبة الصعبة من تاريخ بلدنا وحققوا نجاحات لا بد من الاعتراف بذلك رغم حرمانهم من الموازنة رغم حرمانهم من المال وحرمانهم من الرعاية البرلمانية لا بد من قول شيء في هذا الاجتماع الاستثنائي وهو أن الحكومة شرعت بالعمل منذ اليوم الأول وجاءت بآمال عريضة وطموحات بعيدة وخطط لإعادة التوازن لبلدنا في كل شيء في اقتصاده واجتماعه ورغم أن رياح كثيرة هبت على خطط وأعمال هذه الحكومة كان هناك إنجاز في هذا العمل في الظرف الصعب والعصير الجميع يعرف أن هذه الحكومة جاءت على إثر مظاهرات وحكومة مستقيلة ووباء عالمي مخيف وانهيار اقتصادي وأسعار متدنية للنفط وصراع دولي وإقليمي وحتى محلي في داخل العراق هذه الرياح جميعها لفت أعمال هذه الحكومة وعصفت بها وتحملت هذه الحكومة من أجل ذلك كل هذه التحديات بخطط في الإصلاح ولم تدخر جهداً ووسعاً في أن تنفذ هذه الخطط الإصلاحية للنهوض بالعراق كما أنها تحلت أخلاقياً بالصبر والحكمة وعدم الإنجرار إلى المهاترات والمناكفات والحملات عليها لأنها أرادت من إنجازها ومن الأعمال أن تتكلم بديلاً عنها وبديلاً عن هذه المهاترات والمناكفات والرؤية الإصلاحية التي قدمتها الحكومة في الورق البيضاء تكفلت بإصلاح الوضع الاقتصادي من أجل إنقاذ بلدنا من الانهيار الوشيك الذي كان موجوداً حينما شرعت الحكومة بأعمالها فحققت نسب إنجاز عالية ومتقدمة شهدت بها التقارير الدولية قبل التقارير المحلية وبالمناسبة أصدرت هذه الحكومة تقريرين سنويين اليوم أطلق السيد رئيس في جلس الوزراء التقرير الثاني للإنجاز في هذه الحكومة وهو تقرير رسمي وموجود وحققت الحكومة بشهادة التقارير الدولية نسبة نمو اقتصادي غير مسبوقة فاتخذت المركز الأول في نسبة النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط أعيد رغم غياب الموازنة رغم حرمان الحكومة من الموازنة فنحن تمتعنا بستة أشهر فقط من الموازنة وحوالي وزهاء سنتين عملنا بلا موازنات وها نحن لدينا الآن من الاحتياط النقدي ما يربو على خمسة وثمانين مليار دولار ارتفع حينما تسلمنا الحكومة كان هناك فقط تسعة وأربعين مليار دولار والآن خمسة وثمانين وكان لدينا من الذهب ستة وتسعون طن والآن نغادر ونحن لدينا مئة وأربعة وثلاثون طن من الذهب بالطبع هناك الكثير من الكلام في أن هذا الإنجاز إنما هو متأتن من عوائد النفط العالية لكن ليس الأمر يتعلق بعوائد النفط فقط فهذا إجحاف لأن بلدانا كثيرة حولنا لديها العوائد نفسها إن لم يكن أكثر من النفط ولم تحقق نسبة النمو التي حققتها هذه الحكومة بالتأكيد هناك عوامل أخرى أهمها الرؤية الإصلاحية الاقتصادية لهذه الحكومة في موضوع آخر في الفساد ومحاربته بدأت هذه الحكومة منذ بداية عملها بمحاربة الفساد وبات معروفا إجراؤها وها هي الحكومة في خواتيمها تواجه أكبر مشكلة وقضية فساد كبرى تتعلق بحساب الأمانات في دائرة الضريبة في وزارة المالية أولا الحكومة هي التي كشفت عن هذه القضية يسميها هنا ويسميها المجلس ويسميها السيد رئيس المجلس الوزراء خيانة الأمانة في حسابات الأمانة أمانات في دائرة الضراء منذ العام 21 كان هناك توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء لأغراض الشفافية هذا التوجيه كان لوزير المالية السابق الدكتور علي علاوي لتمحيص ومتابعة موضوع حساب الأمانات في دائرة الضريبة وعلى إثر هذا التوجيه أوقف الوزير السابق صرف الأمانات حينها وكانت لرئيس الوزراء توجيهات أخرى بكل ما يتعلق بالشفافية ونتذكر هنا موضوع أتمتت القمارق على سبيل المثال ونتذكر أيضا قضية الكي كارد وهي أيضا كانت بمليارات الدولارات التي كشفتها الحكومة واستمرت تتعاون بصددها مع القضاء بأي حال حينما باشر وزير المالية الأستاذ إحسان عبدالجبار عمله وزيرا للمالية باشر بالتحقيق فورا وكشف مرة أخرى أكرر خيانة الأمانة في حسابات أو في حساب الأمانات واتخذ حينها إجراءات وأعفى كبار المسؤولين عن هذه القضية إذن الحكومة فعلت ما عليها والآن في النهاية القضية في القضاء والقضاء بدأ التحقيقات في خيانة الأمانة في حساب الأمانات أنا أكرر هذا كثيرا لأن القضية كبيرة وحين يبدأ القضاء العراقي المشهود له بالمهنية ما علينا إلا الصمت والانتظار لنتائج تحقيق القضاء العراقي أخيرا أيضا هنا قضية أخرى كان فيها لغط كثير وهي تتعلق بالمبالغ المالية المخصصة لمكتب رئيس الوزراء وقوامها 70 مليار دار حديث كثير عن هذه المسألة وللحسم وللاختصار نقول أولا أن هذه المبالغ لم تصرف على الإطلاق وهي بحسب القانون نصفها لهذه الحكومة والنصف الآخر للحكومة القادمة وبما أن هذه الحكومة لم تصرف أي مبلغ منها فرحل هذا المبلغ للحكومة القادمة ثانيا هذا المبلغ لا يشمل كما أشيع أثاث وغير ذلك فمكتب رئيس الوزراء لا يتعلق بالموظفين والأثاث وغير ذلك بل أن فيه تعويضات للشهداء والجرحة وفيه دعم للحدود العراقية في مواجهة عصابات داعش وغير ذلك من مصروفات المكتب أخيرا نحن ما زلنا نعيش في أزمات ولعل أول أزمة نعيشها هي الأزمة الأخلاقية التي لا توضع على الطاولة للنقاش كثيرا أدعو الآن معالي وزير النفط الأستاذ إحسان ليسلط الضوء على بعض جوانب قضية خيانة الأمانة في حساب الأمانات شكرا بسم الله الرحمن الرحيم من 17 سنة منذ 17 سنة والجميع يتكلم عن ضياع إرادات الضريبة والقمارك وعدم وصول أغلبها إلى الخزينة العامة للدولة وهذا كانت ثقافة مجتمع أصبحت ثقافة مجتمع لأسف الشديد جميع يعلم أن تشوه الاقتصاد العراقي واحدة من أهم مرتكزاته هو عدم وجود مصادر أخرى للتمويل مصادر معتمدة معتدة لتمويل الخزينة العامة غير إرادات النفط وكان دائما يذكر سبب هذا التشوه بعدم وصول مبالغ الضريبة والقمارك للخزينة العامة هاي حقيقة ما حد يقدر يتجاوزها للأسف الشديد طوال السنوات السبعة السنة الماضية كان مجرد كلام لم تصدر الحكومات المتعاقبة أو الجهاد أو السلطات المتعاقبة أي تقرير مالي أو فني يثبت ذهاب هذه الأممال إلى الخزينة العامة أو ينفي ذلك ولم تعالج ولم يعالج أي تقرير معالجة نهائية بالأرقام الدقيقة أين ذهبت هذه الأممال التقرير الوحيد اللي الرفع خلال سبعة سنة وثبرة سنة الماضية هو التقرير اللي الرفع في زمن هذه الحكومة عندما شخص آليات التحايل وخيانة الأمانة في الهيمنة واستلاب هذه المبالغ هذا واضح جدا نعم الموضوع أخذ أكثر من سنة معالي دكتور علي علاوي بدأ بالممارسات سوى كتاب رسمي إلى هيا العامل الضرائب بإيقاف الصرف من الحساب سوى كتاب رسمي آخر بإيقاف الصرف من الضرائب لغاية 500 مليون دينار وبموافقته شخصيا كانت هناك إجراءات احترازية من قبله ولكن خيانة الأمانة رغم هذه الإجراءات الاحترازية خيانة الأمانة كانت مستمرة الموضوع عندما اسلمنا مسؤولية إدارة وزارة المالية بالوكالة كسياسة عامة كان لازم نطلع على مهام وآليات عمل الهيئات والدوائر والشركات المرتبطة بالوزارة واحدة من المؤسسات كانت هنا العمل الضريبة شفنا العرض الذي يقدمه كان واضح عدم شفافية العمل كان واضح ارتباك في الإدارة في الهيئة كان واضح فقدان للإدارة السليمة واطلعنا مباشرة خلال الأيام الأولى على وجود وثيغتين الوثيغة الأولى تتكلم عن مبلغ مالي رصيد ورقي موجود لدى قسم الحاسبة في العمل للضرائب والتقرير الثاني تتكلم عن الرصيد الحقيقي السيولة المالية الحقيقية الموجودة في حساب كان مبلغ كبير مبلغ حائل وهذا اللي خلانا ندقق بالموضوع شكلنا لجنة تحقيقية عالية المستوى برأسة مدير العام القانونية زار الهيئة العام للضرائب وكتب تقرير عن ما وجده من سوء إدارة ضياع أوليات فقدان الإدارة الصحيحة وكثير من الملاحظات كان هناك مجموعة من التوصيات التوصيات تضمن عقوبات لملاكات إدارية صادقنا عليها بالكامل كانت مصادقتنا على هذه العقوبات في 15 سبتمبر 2022 تم عفاء مدير عام الضريبة والمعاون الأول وعدد من الملاكات المتقدمة داخل هذه العام للضريبة لنعتقد وفق المعطيات التقرير لنعتقد أن هؤلاء هم جزء من خيانة الأمانة وهذا يعود تقدير أخيرا للمحاكم المختصة بعد أنه تم إعفاء الإدارات في العام للضرائب تم تكليف أحد الكوادر المتقدمة في العام للضرائب لإدارة الهيئة مؤقتا تسمية مدير عام بالأصالة الشخص المكلف استلم الإدارة وخلال فترة لا تزيد عن شهر قدم تقرير تفصيلي بالوثائق والكشوفات وأرقام السكوك والممارسات وبصورة دقيقة جدا تثبت أن الفرق الهائل ما بين الرصيد الورقي والرصيد الحقيقي رصيد الورقي لدى حاسبة الضريبة والرصيد الحقيقي كالسيول لدى هيئة الضرائب تم اختلاسه وتم السيطرة عليها من قبل ناس ليس لهم أي حق فيه تم ضبط التقرير بصورة دقيقة وإرساله إلى الجهات المختصة اللي هيئة العاملة للضرائب طبعا بتوجيهه من دول السيد رئيس وزراء واللجنة المالية البرلمانية ولجنة النزاة البرلمانية هنا دور الهيئة العامة للضرائب انتهى لأنه هنا عامل الضراب أدت دورها هنا دور وزارة المالية انتهى لأنها أدت دورها في تدقيق الأرقام إحصائها ضبطها مع كافة الأوليات التقرير قد يصل عدد الصفحات به إلى 400 صفحة تم إرسالها بالكامل إلى الجهات المختصة والقضاء سيأخذ قراراته التي تحمي المال العام وتحافظ على حقوق الدور أنا أعتقد هذه أهم من المواضيع التي تكلمنا بها التقرير الهيئة العامة للضرائب تقرير الدائرة يتقدم في عشرة عشرة 2022 الكتاب الذي أرسل للهيئة النزاهة الاتحادية واللجنة البرلمانية بـ 12 عشرة وبالتالي كانت أوفت وزارة المالية بما مطلوب منها في كشف الحقيقة وأوفت الحكومة العراقية بأنها لم تتستر على هذه الجريمة التي سميت قيانة الأمانة ولم تتستر على العاملين عليها ولم تتستر على الوثاقة التي حصلت عليها من أسماء الشركات هذا الموضوع وهذه المخالفات هي مخالفات تاريخية موجودة على 17 سنة الفائدة لكن ضيق الوقت الذي لدينا خلانا نركز فقط على هذه الفترة المؤخرة وأكيد إن شاء الله السلطات المعنية في المستقبل القريب يجب أن نسلط على كامل المشهد والدقق في كامل المبالغ التي تم الهيئة عليها واستلابها من الخزينة العامة شكرا جزيلا وأتمنى أنه يكون الموضوع بعض الحكم شكرا جزيلا شكرا ومفتوحة أمام الجهات المعنية بهذا الموضوع ونحن على تم الاستعداد لتلبية أي متطلبات من أجل كشف الحقائق ونؤكد بأنه نعمل حد اللحظة الأخيرة من عمر هذه الحكومة ونقدم الخدمات اللازمة كواجبنا وكجزء من واجبنا أمام العراقيين شكرا جزيلا